هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا في هذا الفيديو ان شاء الله سنتعرف على أضلة واحدة من عضلات الانترولاتر الأبدامنال وال وهي عبارة عن الترانسفيرسس أبدامنس مصول سنقوم أولا باستذكار الائل اوز لمحاضرة الانترولاتر الأبدامنال وال لذا نتابع هذه المحاضرة ستكون عن الانتومي of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون from the beginning وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة الأبدامن أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن lecture 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات الانتومي of the abdomen وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل الانترولاتر الأبدامنال وال لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على الهول ستوري of the intralateral abdominal wall تشريحيا أما الآن فسنتعرف على الILOs أو الintended learning objectives لهذه المحاضرة فمثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على الoverview سنقوم بأخذ overview بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل general description للlayers of the intralateral abdominal wall سنقوم بعمل وصف عام على طبقات الانترولاتر الأبدامنال وال ومن ثم سنتعرف على الفاشة of the intralateral abdominal wall وبعد ذلك سنتعرف على المسلز of the intralateral abdominal wall وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على الrectus sheath والlinealpa والambilical ring وأيضا سيكون لدينا الفنكشنز and actions of the intralateral abdominal wall muscles والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن الneurovascular structures of the intralateral abdominal wall الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا للإنترولاترالأبدامنال wall وأخيرا سيكون لدينا سمري لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن ال ILOs لمحاضرة الانترولاترالأبدامنال wall بالكامل لذا فهذا الفيديو متعلق بال ILO الرابع لمحاضرة الانترولاترالأبدامنال wall وهذا هو عبارة عن الفيديو الرابع من فيديوهات المسلز of the intralateral abdominal wall وسنقوم الآن بالتعرف بالتفصيل الجميل على عضلة الترانسفيرسس أبدامنس وهي عبارة عن ال deep muscular layer of the intralateral abdominal wall لذا نتابع أما الآن فسننتقل بالحديث إلى ال deep muscular layer وهي عبارة عن الترانسفيرسس أبدامنس مصل مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن الترانسفيرسس أبدامنس مصل وهنا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ال external oblique muscle هذه ال digitations تابعة لل external oblique muscle ومثل ما نلاحظ أيضا هذه القطع وهذه أيضا تابعة لل internal oblique muscle فبعد أن أزلنا ال external oblique muscle وال internal oblique muscle ظهرت لدينا transversus abdominis muscle وأيضا سنتطرق للأوريجن والإنسرشن للترانسفيرسس أبدامنس كما هو الحال في العضلتين السابقتين فالأوريجن للترانسفيرسس أبدامنس سيكون من ال internal surfaces of the 7th to 12th costal cartilage لو نستذكر فإن ال external oblique muscle كانت من ال external surface والإنترنال oblique muscle كانت من ال inferior surface والترانسفيرسس أبدامنس من ال internal surface للربس وأيضا سيكون الأوريجن من الثراكو لامبر فاشا وأيضا من ال iliac crest وأيضا من ال connective tissue due to the lateral third of the inguinal ligament أما الإنسرشن فأيضا سيكون لللينية ألبا with avanurosis of internal oblique muscle وأيضا سيكون لل pubic crest وأخيرا أيضا سيكون لل pectin pubis via conjoined tendon كما هو الحال في ال internal oblique muscle لذا فكما هو واضح فإن ال transversus abdominis ترتبط بال iliac crest مثل ما نلاحظ وترتبط بال الثراكو لامبر فاشا كما نلاحظ وأيضا ترتبط بال internal surface of the costal cartilage لذا فكما هو واضح أحد الأضلاء يظهر هنا هذا الظلع 11 أو الظلع الثاني 10 لستمتأكد ولكن ظهور هذا الظلع هنا مثل ما نلاحظ يعني أن ال transversus abdominis ستكون deep لهذا الرب لهذا الظلع وأيضا مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح تفصيلة مهمة هي أن ال transversus abdominis ستكون واضحة من ال internal aspects لل intralateral abdominal wall الآن أنا أنظر إلى ال abdomen أو ال intralateral abdominal wall من ال internal surface أي عمليا أنا الآن داخل ال abdominal cavity وهنا عند هذه النقاط مثل ما نلاحظ فإن ال transversus abdominis ترتبط بال internal surfaces of the costal cartilage of 7th to 12th ribs ومثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الثراكو لامبر فاشا وهنا هذه هي عبارة عن نقطة ال origin لل transversus abdominis muscle مثل ما نلاحظ وكمراجعة لنقوم بالتدقيق على هذه الصورة مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن external oblique muscle وهذه ال digitations لل external oblique muscle مثل ما نلاحظ فال external oblique muscle ترتبط بال ribs أو تقوم بعمل origin من ال ribs من external surfaces of the ribs بينما هذه عبارة عن internal oblique muscle تقوم بعمل origin من الثراكو لامبر فاشا وأيضا تقوم بعمل insertion في ال inferior borders of the ribs في ال inferior borders للضلع العاشر الحادي عشر والثاني عشر هذه عبارة عن قطعة من اللاتسمس دورسي وهذه أيضا قطعة من اللاتسمس دورسي وهذه هنا هي عبارة عن نقطة ال origin of the transversus abdominis muscle ومن ثم أيضا سترتبط ال transversus abdominis بال internal surfaces of the costal cartilage ولهذا السبب فهي غير ظاهرة هنا لأننا نحتاج إلى إزالة ال internal oblique muscle وإزالة بعض التفاصيل كي نستطيع أن نرى ال transversus abdominis muscle إذا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ال transversus abdominis muscle مثل ما نلاحظ وهنا يتضح ارتباط ال transversus abdominis بالcostal cartilage ولكن من ال internal surfaces فهي ترتبط بال 7th 8th 9th 10th costal cartilage ولكن من ال internal surfaces لها ولهذا السبب فأنني أستطيع الآن أن أرى هذه القostal cartilage من ال external surface لأن ال transversus abdominis ستكون deep لهذه القostal cartilage وهنا يتضح لدي ال external oblique muscle أيضا تقوم بعمل origin من ال external surfaces of the ribs وهنا أيضا تتضح لدي ال internal oblique muscle تقوم بعمل origin من ال inferior surfaces of the ribs وأيضا كما قلت فأن ال transversus abdominis ستقوم بعمل origin من الثورة كولومبر فاشة وقد رأينا هذا الشيء قبل قليل وأيضا من ال iliacal crest وأيضا من lateral one third of the connective tissue deep to the inguinal ligament هذا هو عبارة عن ال inguinal ligament لذا فهذا هو عبارة عن lateral one third of the inguinal ligament ومثل ما نلاحظ هنا قد قمنا بقص هذه التransversus abdominis وقد ظهرت لدينا هنا مثل ما نلاحظ التransversalis fascia وقاموا هنا أيضا بإزالة التransversalis fascia وهنا من المفترض أن يكون لدي الأكسترا peritoneal fat وديب للأكسترا peritoneal fat سيكون لدي ال parietal peritoneum يجب أن لا ننسى هذه المعلومات وأن نقوم بمراجآتها أينما رأينا صورة عن ال intralateral abdominal wall لذا فال transversus abdominis أيضا ستقوم بعمل insertion للينيا البام مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن اللينيا البا وأيضا ستقوم بعمل insertion للبيوبك كريست وأيضا للبكتين بيوبس via conjoint تندن مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الكونجوينت تندن وكما قلت فإننا سنتعرف على هذه المنطقة بشكل تفصيلي أكثر إن شاء الله في محاضرات الإنقونال ريجن لذال المراجعة الأخيرة فإن الأوريجن للترانسفيرسس أبدامنس سيكون عن طريق الانترنال سرفيسس of 7th to 12th costal cartilage مثل ما نلاحظ هنا يتضح لدي 7th 8th 9th and 10th costal cartilage ولكن مثل ما تلاحظون فقد قمت بتضليلها بعض الشيء بطريقة transparent إشارة إلى أن الارتباط سيكون من الانترنال سرفيسس بينما مثل ما تلاحظون هنا أيضا سترتبط الترانسفيرسس أبدامنس ستقوم بعمل أوريجن من هذه القطة من الكوستال كارتليج من الـ 11th والـ 12th ريبس ولأننا نرى هذه الربس من الانترنال سرفيسس فنلاحظ أن اللون أصبح غامق وأيضا ستقوم بعمل أوريجن من الـ الـ ولكن لو تلاحظون هنا لم يقل من الـ وأن ما قال من الـ بشكل كامل لذا فإن منطقيا فإن الترانسفيرسس أبدامنس هي أما الـ أما الـ فسيكون للينية ألبا وله الـ وأيضا الـ الـ وهذا هو عبارة عن البكتن الـ وكما قلت فإننا سنتأرف على هذه المصطلحات إن شاء الله في محاضرات الـ و الـ سيكون كما هو الحال في عن طريق الثراكو من الـ إلى الـ بالإضافة إلى الـ إذا مثل ما نلاحظ فهذه هي الـ التي ستقوم بعمل لـ وسنأخذ تفاصيل الـ لـ بشكل عام في فيديو منفصل ينتمي إلى هذه المحاضرة محاضرة الـ وأيضا مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن أحد الثراكو لامبر نرف وأيضا مثل ما نلاحظ فإن الـ هو من سيقوم بمهمة الـ لـ أما فيما يخص الأكشن لـ الثراكو فإن الثراكو فهو أميز فإن الثراكو الـ بها الثراكو فالترانسفيرسس أبدامينوس ستقوم بعمل أوريجن من الثراكولامبر فاشا وتقوم بعمل إنسيرشن في منتصف البضن في اللينيا ألبا في الميدلاين لذا فإن الترانسفيرسس أبدامينوس مصلز كلاهما حينما يقومان بالعمل مع بعضهما البعض من الرايت ومن الليفت فإن كلاهما سيستطيع أن يقوم بزيادة الانترا أبدامينوس براشر بطريقة جيدة فهي عبارة عن المين مصل التي تقوم بعمل الكومبريشن والسبورت للأبدامينال بسرة أي أنها العضلة الأساسية التي ستقوم بزيادة الانترا أبدامينال براشر فمن ثم نلاحظ هذه عبارة عن ترانسفيرسس أبدامينوس على اليمين وهذه ترانسفيرسس أبدامينوس على اليسار فحينما تضغط باعتبار أنها متصلة من الفستيريور في الثراكولامبر فاشا ومن الانتيريور باللينيا ألبا فحينما تقوم بعمل كونتراكشن فأنها ستقلل من حجم الأبدامينال كافيتي فبالتالي ستزيد من الانترا أبدامينال براشر على فرض أن الثراسيك دايفرام ثابت في هذه الحالة أما الآن فسنقوم بأخذ ملاحظات عن الترانسفيرسس أبدامينوس مصل مثل ما نلاحظ أي أنها عبارة عن الطبقة الداخلية من المسكيلر ليرز هذه عبارة عن الأكسترنال أبليك مصل تكون سبورفيشل هنا تكون إنترميديت الإنترنال أبليك مصل ومن ثم الترانسفيرسس أبدامينوس ستكون ديب فهي وأيضا مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح نفس الشيء هذه أكسترنال أبليك مصل هذه إنترنال أبليك مصل وهذه الترانسفيرسس أبدامينوس مصل ومثل ما نلاحظ الملاحظة الثانية ستكون between the internal oblique and the transversus abdominis is neurovascular plane هذه الملاحظة سنتأرف عليها أكثر في محاضرة الneurovascular structures of the intralateral abdominal wall ولكن علينا أن نعلم أن جميع البلد سبلاي والنервز الأساسية للإنترلاترال abdominal wall ستكون موجودة ما بين الانترنال أبليك مصل والترانسفيرسس أبدامينوس مصل أي ديب للانترنال أبليك مصل وسوبرفشل للترانسفيرسس أبدامينوس مصل ولهذا السبب قمنا بتسمية هذه النервز والبلد سبلاي بالنوروبسكولر بلين باعتبار أنها ستكون شيء أشبه بالبلين يحتوي على جميع هذه النервز والفاسلز الأساسية للإنترلاترال أبدامينال فمثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الارتريز الأساسية للإنترلاترال أبدامينال تكون موجودة ديب للانترنال أبليك مصل والسوبرفشل للترانسفيرسس أبدامينوس مصل وهذه أيضا عبارة عن الـ veins مثل ما نلاحظ تكون موجودة سوبرفشل للترانسفيرسس أبدامينوس مصل وديب للإنترنال أبليك مصل مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الإنترنال أبليك مصل وأخيرا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الـ nerves مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الترانسفيرسس أبدامينوس مصل وهذه هي عبارة عن الإنترنال أبليك مصل ونلاحظ أن الثاراكو Abdominal Nerves ستكون Deep للإنترنال أبليك مصل والSuperficial للترانسفيرسس أبدامينس مصل لذا كمراجعة سريعة واستذكار سريع فنحن قد قمنا بتغطية الفلات مصلز of the intralateral abdominal wall بالكامل وهذه عبارة عن الثري فلات مصلز هذه عبارة عن الترانسفيرسس أبدامينس، إنترنال أبليك، أكسترنال أبليك مصل هذه الصورة توضح جزء من الفوستيرير أبدامينال وال الذي سنتعرف عليه إن شاء الله في محاضرات مستقبلية بعيدة إلى حد ما فهنا مثل ما نلاحظ تقريبا نهاية الانترالوترال أبدامينال وال وبداية الفوستيرير أبدامينال وال فهذه هي العضلات الثلاثة التي قمنا بتغطيتها حتى الآن لذا سننتقل إلى الvertecal muscles of the intralateral abdominal wall وهي عبارة عن الركتس أبدامينس والبراميدالس وإلى هنا انتهى هذا الفيديو نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم الذي سيكون أيضا عن أضلة واحدة وهي عبارة عن الركتس أبدامينس مصل لذا نلتقي في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر